لكن خليني أتكلم شوية عن الشأن الداخلي في كرة القدم المصرية أهلي زمالك فيوتشا بيرامت الأربعة بيمثلوا مصر كل فريق بيمثل نفسه جماهيره لكن في النهاية بيمثلوا مصر الأهلي عنده مباراة مهمة أمام الهلال السوداني في الخرطوم في أولى مشواره في دور المجموعة بعدما تأجل لقاءه السابق نظير الشراك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ونادي الزمالك في مجموعته خسر المباراة الأولى أمام طبعا شباب بوريزداد هنا في القاهرة بهدف مقابلة شيء وكانت صدمة كبيرة جدا لأن الزمالك فريق كبير وقادر فعنده مباراة مهمة جدا أكون أو لا أكون أمام المريخ السوداني في بنغازي في ليبيا يوم الجمعة إن شاء الله وإن شاء الله يعود الزمالك كما يعود الأهلي بثلاث نقاط يبدولت أول ثلاث نقاط في مجموعة النادي الأهلي للنادي الأهلي وأول ثلاث نقاط للنادي الزمالك من مباراتهم ده اللي احنا بنتمناه إن شاء الله طبعا في مجموعة النادي الأهلي اللي بتضم سان داونز اللي على قيمة المجموعة بعد أفوزه على طبعا كوتون سبورت المباراة الماضية على الهلال عفوا في المباراة الماضية حيكون عنده مباراة أمام طبعا الأهلي أمام الهلال وسان داونز أمام كوتون سبورت سان داونز ثلاث نقاط وبقيت المجموعة طبعا بدون نقاط لأن الأهلي لسه ملعبش في مجموعة ناري الزمالك الزمالك على رأس المجموعة الترجل تونسي بعد ما فاز على المريخ أيضا في الدقائق الأخيرة بهدف مقابل أشيء لديه ثلاث نقاط شباب بوريزاد أيضا فاز على الزمالك الجزائري طبعا فاز على الزمالك المصري هنا في القاهرة بهدف مقابل أشيء يبقى ترجي شباب بوريزاد ثلاثة الزمالك والمريخ بدون نقاط وإن شاء الله يكون أول ثلاث نقاط لفريق نادي الزمالك في الكونفدرالية كلنا عارفين بيرامدز مع فيوتشار في مجموعة واحدة بتضم معها الجيش الملكي المغربي وإسكوكارا التجولي الجيش الملكي وبيرامدز فيوتشار وإسكوكارا كل واحد لنقطة لأن المباريات كلها خارج بالتعادل فيوتشار تعادل خارج الضيار بهدف مقابل هدف وبيرامدز التعادل مع الجيش الملكي هنا في القاهرة بهدفين مقابل هدفين مباراتهم القادمة حيكون فيوتشار أمام فريق نادي بيرامدز إن شاء الله في القاهرة يوم الأحد القادم في السادسة مساء وبنتمنى التوفيق للجميع بمناسبة الأحد القادم عندنا بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والناس مفيش الزخم الإعلامي الخاص بهذه البطولة متكلمش عنها كتير البطولة دي على أرض مصر المباراة الأولى حتكون ما بين مصر وموزنبيق مجموعة مصر بتضم مصر موزنبيق سنغان نيجيريا مجموعة موت هما ثلاث مجموعات بيصعد الأول والتاني من كل مجموعة وبناخد أفضل اتنين توالد في ثلاث مجموعات يوصل للدور التماني اللي هيوصل الدور قبل النهاية هيصر كاس العالم وده مبتغانة لحنا نصل إلى كاس العالم بهذا الجيل عشان نبنى عليه لكن المجموعة صعبة لكان عندنا مجموعة محترمة حتى وإن كانت الحظ والغيابات بدأت الإصابات تضرب سلاح باشر عبنة المحترف في إيطاليا أصيب وأصبح خارج البطولة واحد من أهم العناصر في هذا الفريق اللي بيقوده تدريبية الكابت محمود جابل لكن كلنا أمل في عزيمة ولدنا ورغم أن الأعمار التانية في المنتخبات الإفريقية حدث ولا حرج في السن ده كلنا عارفين إيه اللي بيحصل لكن عندنا أمل في ولدنا في حماسهم اللي هما بيلعبوا في مصر في جماهير مصر اللي أنا متأكد اللي هما حيسندوا منتخبنا وحيكونوا موجودين بكثافة عشرين ألف العدد المسموح به في البطولة الإفريقية المباراة الأولى يوم الأحد الساعة أربعة كان الاتحاد المصر عاوز يأجل المباراة عشان يعني خلاها في وقت متأخر عشان نعمل افتتاح للبطولة الاتحاد الإفريقي أصر على أن المباراة الأولى الساعة أربعة المباراة الثانية ما بين نيجيريا وسنغال الساعة سبعة وبالتالي حفل الاتتاح حيبه حفل بسيط من عشر إلى اتنشر ديئة زي ما قال الاتحاد الإفريقي لكن كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله بإذن الله لمنتخبنا القومي للشباب بقيادة كابتن محمود جابر كابتن حمد حمدان كابتن كارم مرسي كابتن عاب جلال دكتور هاجد وكل الجهاز الموجود في منتخبنا الوطني للشباب ترجمة نانسي قنقر